لما رحت فيلم غادزيلا نسيت تكلم عنه تكلم عن قصة غادزيلا حق اي واحد من الفلام السابقة ما كان يمركز على القصة شنو كل الشخصية ليش هالوحوش موجودة شنو اساسهم ليش يتهاوشون ليش هم بالارض هذا الشي ما كان موجود فحق النون فان غادزيلا رح يفهم هالموضوع بهالفلم فركز على هذه القصة ركز على النقطة وهذا شي حلو الاكشن بالفلم من نحت اثارة الشخصيات وايد ارجنال فيه شغلات فيه حركات فيه سوال في الصير ما شفناها من قبل فسوي شغلات ارجنال ليس بس يطير واحد وكسر طير واحد وكسر طير واحد وكسر فيه شغلات ارجنال بالفلم فيه شغلات يديدة فيه شغلات غريبة يصير عشان اردي الفلم طاف فبس اقول لكم معي مثلا فيه اللقطة لما رودان لما يطير ويتقلب شديد يعني شنو هالطير اللي يبالي يسوي الحركة عشان يفجر طيارات واو ولما اللقطة نفسها لما غادزيلا لما يطلع بالبحر يطلع حق قدورة وفيه شغلات وايدة وايدة حلوة يعني الاكشن ما للشخصيات ما للوحوش وايد حلو هذا احلى شي كان بالفلم ووايد وايد لقطات سكوب حق باكتجراوند سكوب حق باكتجراوند حق لقطة خلفية والله يعني وايد وايد من القنوات اللي عرفها منهم كيو اي تاكوما وايد فيه بوسترات تقرى تطلع حملها الفيلم وايد وايد وكل واحد احمد ثاني فالفلم بتدعم هذا الموضوع بس وطبعا تمثيلة للموثلين هم حلو لغاني روعة زين السي جي وايد قوي بس المشاكل اللي حاشتني انه وايد لك وايد انه موضوع لان هذا البطل لازم كل شي يطيح يمه مباني وعماير ما شنو يطيحون وهو واقف وهو عايش يمشي يطق ليزر كل حواليه يموتون لهو يمشي 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 الليزر يعني شنو هذا شنو هالصدف صدف دايما البطل شدي ويدري انه انا البطل فلما نهجم على الوحش ما رح تطقني لان انا البطل فما رح يذبحني ادري المخرج قال لي الشغلة الثانية المنطق ما للبطلة او مو البطلة الام سوري حاول انا بطلح كل الوحوش علشان تعدى الارض ويحسون على نفسهم ويترجع الارض مثل ما كانت من غير تستركشن يعني كأني انا قاد اقول تكرمون خليب اسود وتكرمون شلاب وما شنو ميتة من اليوم وهدها هدادة بالكويت ليش عشان الناس تصفت عدل مو انت ذبحت نص الناس يعني هذي الشغلتين الاساسيات اللي ضايقوني موضوع اللاك وموضوع فكرة الام غلط القصة حوله يعني اساس القصة الام تعبانة بس الشغلات الثانية كلها سي جي الشخصي الوحوش القصص الوحوش الفكرة شنو يصير شنو ما يصير نهاية الفيلم هذا كله حلو وعطاه البونت من شي انا عطيته الموانية الفيلم غازيلا صراحة وايد عجبني ويعجب اكثر الفان من شي انا عجبني وايد اللي نان فان ممكن يعطي سبع فان زين لان يمكن بالنسبة لأوفر كمبيوتر او شي بس هو هذا الفيلم يعني مو اول مرة يساونا فان نفس ترانسفورمر ولا تينيج ميوتن نينجا تورتلز اللي هو تي ام انتي اللي هو ساحب نينجا فان زين هذين لو حق فان بس ما سوهم صح فهذا الفيلم لأ هذا صح اللي ما شافه يروح يشوفه واللي شافه عليك بالعافية بس انا عجبني الصراحة احنا من كونج سكال الآيلان تعبان جدا بالنسبة لي عادي مو تعبان جدا و لكن عادي جدا زين اللي قبلى غازيلا كان زين ما كانوا مراكزين ع قازيلا كثرة للدراما بس اللي مراكزين ع الوحوش اكثر بالجزء هذة طبعا انا اللي يعرفه اظن انه راح ينزلون بعض ثلاث فلاه مزيادة عالمونسر يونفيرس الهن اتوقع يمكن ميكا قادزلا رح يطلع يطلع شا اسمه قيقان 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 قيبان اللي هو فيه من شارب بطنه بس ياله شوفكم على خير